الهارب قصة قصيرة للأديب الروسي أنتون تشيخوف كانت تلك عملية طويلة ففي البداية صار باشكا مع أمه تحت المطر تارة عبر حقل محصود وتارة في الغابة حيث كانت الأوراق الصفراء تلتصق بحذائه صار حتى لاحى الفجر ثم وقف زهاء ساعتين في المدخل المظلم ينتظر فتح الباب لم يكن المدخل رطبا باردا كما في الخارج بيد أن رذاذ المطر كان يتطير إلى هنا عند هبوب الريح وعندما اكتد المدخل شيئا فشيئا بالبشر دفن باشكا المحشور وجهه في معطف شخص ما كانت تنبعث منه بشدة رائحة سمك مملح ونعس وهاهو ذا المزلاج يصر ويفتح الباب على مصرعيه فيدخل باشكا مع أمه إلى غرفة الاستقبال وهنا أيضا اضطروا لأن ينتظروا طويلا كان المرضى جالسين على أرائك بلا حراك وفي صمت وتطلع باشكا إليهم ولزم هو الآخر الصمت رغم أنه رأى الكثير من الأشياء الغريبة والمضحكة لم يتمالك نفسه مرة واحدة فقط عندما دخل الغرفة فتنمى وهو يقفز على ساق واحدة فقد شعر باشكا بالرغبة في أن يقفزه أيضا لكز أمه أسفل كوعها وقال وهو يكتم ذحكة في كمه انظر يا ماما عصفور فقالت أمه أسكت يا بني أسكت وظهر الحكيم النعسان في شباك صغير وقال بصوت أجش تقدموا للتسجيل وأسرع الجميع إلى الشباك بمن فيهم الفتى النطاط المضحك وكان الحكيم يسأل كل منهم عن اسمه واسم أبيه وعمره ومحل إقامته ومتى مارض وغير ذلك وعرف باشكا من ردود أمه أن اسمه ليس باشكا بل بافل جالكتينوف وأن عمره سبع سنوات وأنه أمي ومريض منذ عيد الفسح وبعد التسجيل بقليل كان عليهم أن ينهضوا إذ مر الدكتور عبر غرفة الاستقبال مرتديا مريلة بيضاء ومحزوما بفوطة وحين مر بجوار الفتى النطاط هز كتفيه وقال بنبرة تينور منغمة يا لك من أحمق حسنا ألست أحمق حقا؟ لقد قلت لك أن تأتي يوم الاثنين وهأ أنت تأتي يوم الجمعة بالنسبة لي لا يهم حتى لو لم تأتي ولكن ساقك ستضيع أيها الأحمق رسم الفتى على وجهه المسكنة الشديدة وكأنما كان ينوي أن يسأل حسنا وطرف بعينيه وقال اصنع معروفا يا إيفان ميكولايفيتش فقال الدكتور مقلدا لهجته دحك من إيفان ميكولايفيتش قلت لك يوم الاثنين وكان يجب أن تسمع الكلام لست إلا أحمق وبدأ استقبال المرضى كان الدكتور جالسا في غرفته يستدعي المرضى بالدور ومن وقت لآخر تتردد من هناك صرخات حادة وبكاء أطفال أو هتاف الدكتور الغاضب ما لك تصرخ؟ هل أنا أقطع لحمك؟ اجلس ساكنا وجاء دور باشكا وصح الدكتور بافل جالكتيونوف روعت الأم كأنما لم تكن تتوقع هذا الاستدعاء ثم أمسكت بباشكا من يده وسحبته إلى غرفة الدكتور وكان الدكتور جالسا إلى الطاولة وهو يدق بمطرقة صغيرة آليا على دفتر سميك وسأل دون أن ينظر إلى الداخل مما يشكو؟ فأجابت الأم الولد عنده دمل في كعه يا سيدي وارتسم على وجهها تعبير وكأنما كانت حقا في غاية الحزن بسبب دم لباشكا قلعيه فك باشكا المنديل من حول عنقه وهو يزفر ثم مسك أنفه بكمه وأخذ ينزع معطفه على مهل فقال الدكتور بغضب لم تأتي إلى هنا للضيافة يا ولية ما لك تتلكئين؟ لست الوحيد عندي فألقى باشكا المعتف على الأرض بعجلة وخلع القميص بمساعدة أمه وتطلع إليه الدكتور بكسل وربط على بطنه العاري يا لها من كرش كبيرة ربيتها يا أخي قال الدكتور ثم تنهد حسنا أرني كوعك تطلع باشكا شزرا إلى تسط المملؤة بمخلفات الأربطة الدموية ثم إلى مريلة الدكتور وأجهش بالبكاء فقلده الدكتور ساخرا أنا الأوان أن تتزوج أيها المخادع بينما تبكي اخصى عليك نظر باشكا إلى أمه محاولا أن لا يبكي وتجل في نظرته هذه رجاء لا تخبر أحدا في البيت بأنني بكيت في المستشفى وفحص الدكتور كوعه وضغط عليه ثم تنهد ومصمص شفتيه ثم ضغط عليه مرة أخرى وقال تستحقين الضرب يا ولية لماذا لم تأتي به من قبل خلاص ضاعت ذراعه انظري يا حمقاء مفصله مريض فتنهدت الولية أنتم أدر يا سيدي يا سيدي تهملين ذراعه حتى تتقيح ثم تقولين يا سيدي أي قسيب هو بدون ذراع سوف تقضين عمرك كله في العناية به أظن لو ظهر في أنفك ذمل لها رولت إلى المستشفى فورا بينما تتركين ذراع الولد تتقيح نصف سنة كل كن هكذا أشعل الدكتور لفافة تبغ ومع دخانها المتصاعد أخذ يوبخ الولية ويهز رأسه على إقاع أغنية أخذ يدندن بها في سره وهو يفكر في شيء طوال الوقت وكان باشكا يقف أمامه عاريا وهو يصغي ويتطلع إلى الدخان وعندما انطفأت اللفافة انتفض الدكتور وقال بنبرة أهدأ طيب اسمعي يا ولي المراهم والنقط لن تجدي شيئا ينبغي إدخاله المستشفى إذا كان ضروريا يا سيدي فلماذا لا يدخل سنجري له عملية جراحية ثم قال مخاطبا باشكا وهو يربط على كتفه ابقى عندنا يا باشكا دع أمك ترحل أما أنا وأنت يا أخي فسنبقى هنا الحياة هنا طيبة يا أخي آخر حلاوة وما إن نفرغ من العمل يا باشكا حتى نذهب لاستياد الحسون سأريك الثعلب وسنذهب معا لزيارة الجيران هل تريد؟ وستأتي أمك غدا إليك ها؟ ونظر باشكا إلى أمه مستفهما فقالت ابقى يا بني فصح الدكتور بمرح سيبقى سيبقى ولا حاجة للكلام سأريه ثعلبا حيا وسنذهب معا إلى السوق لنشتري الحلوة خذي يا مريا ديني صفنا إلى الطبق الثاني بات الطبيب الذي كان أغلب الظن مرحا وطيبا مسرورا بهذه الصحبة وأراد باشكا أن يرضيه خاصة أنه لم يذهب إلى السوق في حياته ويود عن طيب خاطر أن يرى ثعلبا حيا ولكن كيف يبقى بلا أمه وبعد أن فكر قليلا قرر أن يرجو الطبيب أن يبقي أمه أيضا في المستشفى ولكن قبل أن يتمكن من فتح فمه كانت الحكيمة تقوده على الدرج إلى الطبق العلوي وصار يحدق عن يمينه ويساره بفم مفغور فالدرج والأرضية وعوارد الأبواب وكلها ضخمة مستقيمة ساطعة كانت مطلية بطلاء أصفر رائع تفوح منه رائحة الزيت النباتي اللذيذة وفي كل مكان تدلت المصابح وفورشت مماسح الأقدام وبرزت من الجدران الصنابير النحاسية ولكن باشكا أعجب أكثر شيء بالسرير الذي أجلسه عليه وبالبطانية الرمادية الخشنة وتحسس بيده الوسائد والبطانية وطاف ببصره على العنبر وقرر أن الدكتور يحيى حياة لا بأس بها أبدا كان العنبر صغيرا لا يضم سوى ثلاثة أسرة أحدهما خاوين والثاني شغله باشكا أما السرير الثالث فكان يجلس عليه عجوز ما بعينين مكتئبتين وكان يسعل باستمرار ويبسق في كوز ومن سرير باشكا كان يرى عبر الباب جزءا من عنبر آخر بسريرين على أحدهما ينام شخص شاحب جدا وهزيل وعلى رأسه كيس من المطاط وعلى السرير الآخر جلس فلاح مباعدا ذراعيه معصوب الرأس وكان يبدو قريب الشبه بمرأة وبعد أن أجلست الحاكمة باشكا صرفت ثم عادت بعد قليل حاملة كوما من الملابس وقالت له هذا لك البس خلع باشكا ملابسه وبإحساس لا يخلو من المتعة راح يرتدي الزي الجديد وعندما ارتدى القميص والسروال والرب الرمادي تطلع إلى هيئته بخيلاء وفكر في أنه لا بأس لو يخطر في القرية بهذا الزي وتصور في خياله كيف ترسله أمه إلى مزرعة الخضروات على الشاطئ ليجمع أوراق الكورنب للخنزير الصغير ويسير بينما يحيط به الصبيان والفتيات وينظرون بحسد إلى روبه ودخلت العنبر ممردة تحمل في يدها صحفتين معدنيتين وملعقتين وقطعة خبز ووضعت إحدى الصحفتين أمام العجوز والأخرى أمام باشكا وقالت كل نظر باشكا إلى الصحفة فرأ فيها حساء كورنب دسما بقطعة لحم ففكر ثانية في أن الدكتور يحيى حياة لبأس بها أبدا وأنه ليس عبوسا أبدا كما بدى له أول الأمر وظل باشكا طويلا يتناول الحساء وهو يلعق الملعقة بعد كل غمسة وعندما لم يتبق في الصحفة سوى قطعة اللحم تطلع خلصة إلى العجوز وحسده على أنه مزال يجرع الحساء وشرع يأكل اللحم وهو يتنهد ويحاول أن يطيل فترة تناوله إلى أقصى ما يمكن لكن جهوده باءت بالفشل فسرعان مختفى اللحم أيضا لم تبق سوى قطعة خبز ليس لديدا أكل الخبز بدون غموس ولكن ما باليد حيلة ففكر باشكا قليلا ثم أكل الخبز وفي تلك اللحظة دخلت الممرضة بصحفتين أخرين كان فيهم هذه المرة لحم مقلي مع البطاطس وسألته الممرضة وأين خبزك؟ وبدلا من الرد نفخ باشكا أوداجه ثم زفر فقالت الممرضة مؤنبة لماذا أكلت؟ فبما ستأكل اللحم المقلي الآن؟ وخرجت ثم عادت بقطعة خبز أخرى ولم يكن باشكا قد ذق اللحم المقلي في حياته وعندما تذوقه الآن وجده لديدا جدا واختفى اللحم بسرعة وتبقت بعده قطعة خبز أكبر مما توقى من الحساء وعندما انتهى العجوز من غدائه وضع قطعة الخبز المتبقية في درج الطاولة وأراد باشكا أن يفعل مثله لكنه فكر قليلا ثم أكل قطعة خبزه وبعد أن شبع خرج ليتجول كان في العنبر المجاور بالإضافة إلى الاثنين لدين رآهم عبر الباب أربعة أشخاص آخرين ولم يجد بانتباهه سوى واحد منهم كان فلاحا طويلا نحيفا للغاية بوجه مكفهر مشاعر كان جالسا على السرير يومئ برأسه ويلوح بيده اليمنى طوال الوقت كالبوندول وظل باشكا ليحول عنه بصره طويلا وبدت له إيماءات الفلاح البوندولية المنتظمة أول الأمر هزلية الغرض منها إثارة الضحك ولكنه عندما حدق مليا في وجهه أحس بالرعب وأدرك أن هذا الفلاح مريض مرضا خطيرا ودخل العنبر الثالث فرأى فلاحين بوجهين أحمرين قاتمين كأنما لوثا بالطين كان جالسين على سريريهم دون حراك ولحى بوجهيهم الغريبين الذين كان من الصعب أن تميز فيهم الملامح أشبه بصنمين من آلهة الوثنيين وسأل باشكا الممرضة لماذا هما هكذا يا عمتي عندهما جدري يا بني وعاد باشكا إلى عنبره فجلس على السرير وأخذ ينتظر الدكتور ليدهب معه إلى صيد الحسون أو إلى السوق ولكن الدكتور لم يأتي وظهر الحكيم للحظة في باب العنبر المجاور وانحنى فوق رأس المريض الذي كان على رأسه كيس ثلج وصح يا ميخيلو ولم يتحرك ميخيلو النائم فأشح الحكيم بيده وانصرف وأخذ باشكا في انتظار الدكتور يتأمل جاره العجوز كان العجوز لا يكف عن السعال والبسق في الكوز وكان سعاله طويلا متحشرجا وأعجب باشكا بشيء مميز في العجوز فعندما كان يسعى الوشهق يصفر شيء ما في صدره وإصدح بشتى النغمات فسأله باشكا ما الذي يصفر عندك يا جدي؟ فلم يرد العجوز بشيء وانتظر باشكا قليلا ثم سأله وأين الثعلب يا جدي؟ أي ثعلب؟ الحي؟ وأين يمكن أن يكون؟ في الغابة؟ مر زمن طويل ولم يأتي الدكتور بعد وحملت الممردة الشاي ووبخت باشكا لأنه لم يبق على الخبز للشاي وجاء الحكيم مرة أخرى وأخذ يوقد ميخيلو ومال الجو إلى الزرقة وراء النوافذ وأشعلت مصابح العنابر ولم يظهر الدكتور أصبح الوقت متأخرا للذهاب إلى السوق أو صيد الحسون فتمدد باشكا على السرير وأخذ يفكر تذكر الحلوى التي وعده بها الدكتور ووجه أمه وصوتها والعتمة في بيتهم والفرن والجدة يوجروفن التي لا تكف عن التذمر وفجأة شعر بالسأم والحزن وتذكر أن أمه ستأتي غذا إليه وتأخذه فابتسم وأغمض عينيه وأيقضه حفيف كان هناك أحد يمشي في العنبر المجاور ويتحدث بصوت خافت وفي ضوء اللنبات السهارة وقناديل الأيقونات كانت ثلاثة أشباح تتحرك بجوار سرير مخيلو فقال أحدهم هل نحمله بالسرير أم بدونه؟ بدونه؟ لن تمر بالسرير؟ إيه؟ مات في وقت غير مناسب عليه الرحمة أمسك أحدهم مخيلو من كتفيه والآخر من قدميه ورفعاه وتدلت ذراع مخيلو وأطراف روبه بتراخ أما الشخص الثالث فكان ذلك الفلاح الذي يشبه المرأة فقد رسم علامة الصليب ثم خرج ثلاثتهم بمخيلو من العنبر وهم يدقون بأقدامهم في اضطراب ويدوسون على أطراف روبه وتردد في صدر العجوز النائم صفير وصدح متعدد النغمات وأصاخ بشك السمع وتطلع إلى النوافذ المظلمة ثم قفز من السرير في ذعر وتأوه بصوت غليظ ماما ودون أن ينتظر ردا انفلت إلى العنبر المجاور وهناك كان ضوء القناديل واللمبة السهارة لا يكاد يشق الظلام وجلس المرضى على أسرتهم مضطربين لموت مخيلو وظهروا بهيئاتهم المشعتة وفي اختلاطهم بالضلال أعرض وأطول وبدى كأنهم يزدادون ضخامة وعلى آخر سرير في الركن حيث الظلمة أحلك جلس ذلك الفلاح يومئ برأسه ويهز يده انطلق بشك على غير هدى فاقتحم عنبر المجدورين ومن هناك إلى الممر ومن الممر اندفع إلى غرفة كبيرة حيث كانت ترقد وتجلس في الأسرة مخلوقات رهيبة بشعر طويل ووجوه عجائز وبعد أن ركد بشك عبر القسم النسائي وجد نفسه مرة أخرى في الممر ورأى حاجز السلم المعروف فانحذر إلى أسفل وهنا عرف غرفة الاستقبال التي جلس فيها صباحا فأخذ يبحث عن باب الخروج صر المزلاج وهبت دفقة هواء بارد فانطلق بشك إلى الفناء وهو يتعثر لم يكن في ذهنه سوى فكرة واحدة أن يهرب ولم يكن يعرف الطريق لكنه كان واثقا من أنه لو جرى فسيصل حتما إلى دارهم إلى أمه وكان الليل غائما ولكن ضوء القمر لح خلف السحب وركد بشك من المدخل إلى الأمام مباشرة ودار حول الحظيرة فاصطدم بحرش خاو وقف قليلا وفكر ثم اندفع عائدا إلى المستشفى ودار حولها وتوقف ثانية مترددا فمن خلف مبنى المستشفى لحت صلبان المقابر البيضاء وصاح ما ما وركد عائدا وبينما كان يجري مارا بمباني مظلمة جهمة رأى نافذة مضيئة وبدت هذه البقعة الحمراء السطعة في الظلام مخيفة ولكن بشك الذي جن رعبا لم يعد يدري إلى أين يجري اتجه نحوها وكان بجوار النافذة مدخل ودرج وباب رئيسي بلوحة بيضاء ارتقى بشك الدرج ركدا ونظر في النافذة فتولته فجأة فرحة وخزة غامرة لقد رأى في النافذة الدكتور المرح الطيب جالسا إلى المكتب يقرأ كتابا ومدت بشك يديه نحو الوجه الأليف وهو يضحك من السعادة وأراد أن يصرخ إلا أن قوة مجهولة كتمت أنفسه وأوت على ساقيه فترنح وسقط على الدرج مغشيا عليه وعندما أفاق كان الضوء منتشرا وبجواره سمع الصوت المعروف جدا الصوت الذي وعده أمس بالسوق والحسون والثعلب يقول يا لك من أحمق يا باشكا ألست أحمق حقا تستحق الضرب فعلا تستحق الضرب انتهت القصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر